طيب مارس الكولر أنا قلت في بداية الحلقة النهاردة أن الأهلي كاسبان مدرب كبير جدا هل أنت مع الرأي دوت مع عدد كبير من المباركات اللعبة مع النادي الأهلي سواء في الدوري في الكاس في السوبر في أفريقيا في المونديال شايف أن الأهلي كاسبان مارس الكولر طبعا الأهلي كسب مارس الكولر وكسب فكرة عدم المقارنة ما بينه وما بين موسيماني أعتقد دلوقتي ما بيتش تسمع أصل موسيماني أصل كولر الراجل أول ما جاي يكسب الزمالك خد كاس السوبر ماشي بشكل جيد جدا في الدوري مخسرش ولا ماتش كاسبان الزمالك حتى في مبارات الدوري 3-0 كاس العام الأندية وصل للمربع الزهبي وخسر في المركز 3 والرابع بشكل زي ما شفنا النهاردة أعتقد أن الراجل حط يعني بصمة واضحة جدا على أداية النادي الأهلي رقميا وكمان فنيا لأن انت النهاردة بيتشوف تطور لعيبة على أداء الفردي تطور في جلب الصفقات يعني الصفقات دلوقتي اللي بتيجي النادي الأهلي بتلعب على طول يا كريم النهاردة خالد عبد الفتاح بيلعب على طول زي ما لعيب مرش الزمالك على طول مرؤون عطية بيلعب على طول أعتقد لما يرجع للدوري كريستو حيبقى ليه دور مهم وأساسي مع النادي الأهلي ده بالنسبة للصفقات كندوسي كمان أعتقد هيخش بشكل كبير أعتقد هيخش بشكل كبير على المستوى الفردي بقى شفت محمد هاني رجع لمستوى محمد هاني المعهود محمد عبد المنعم رجع قريبا جدا لمستوى محمد عبد المنعم مع كيروش في منتخب مصر بتشوف حسين الشحات رجع لمستوى حسين الشحات عبد القادر تطور في الناحية الهجومية والفعالية كريم فؤاد قبلهم كان عمل بقى قصة مختلفة خالص كريم فؤاد خده من الباك اليمين خلاج نحو بيدخل في الشانلز بشكل مميز وكمان حمدي فتحي أنا بالنسبة لي حمدي فتحي هو بصمة كولر واضحة جدا عليه إن هو ورانا إن حمدي فتحي ده مش لعب نمراستة فقط قطع للقراط حمدي فتحي ده في ماتش الأهلي والزمالك كان مهاجم تاني ساكن سترايكر كان في بعض المباراة بيبقى أعلى واحد ماتش أوكلند وماتش السياتة لاجيمي كان أعلى واحد أعلى حتى من بيرسي تاو أعلى من محمد شريف في عملية الضغط العالي فأعتقد إن مارسل كولر يعني كل ثقات جمير النادي الأهلي والإدارة فيه وأعتقد إن اللي جاي كويس جدا والبداع حتكون في بطولة أفراك